هذا هو أول هاتف من أمفينيكس رح يصدمك من المحتويات اللي موجودة بداخله هذا هو النوت 12 VIB غلاس موجود بالخلف عدد بطاريات اثنيا حتى تستوعب المية وعشرين واط زائل سنسارات مخفية ممكن ما تلاحظ عند ما تلاحظ الهاتف من الخارج حلقتنا لهذا اليوم رح نفسق هاتف أمفينيكس نوت 12 VIB ونتعرف على محتويات الهاتف من الداخل بالبداية هذا هو الغباق كفر اللي لازم نزيله من نوع المات اللي بصراحة شفت وابتشفت انه بعد ما فتحته بمرونة جدا عالية ولكنه متانته حل قوية وهذا السبب يعود لمادة التصنيع اللي هي من الفايبر اللي استخدمتها شركة امفينيكس بمرونة هذا الهاتف بالنهاية انطلت متانة جدا عالية وتوقع انه نحافته جدا خفيفة حتى يكسب الهاتف نحافة أقل لتقريب 7.8 طبعا هذا الجلاس اللي موجود اللي هو من نوع الزجاج اللي بدوره ممكن ينطيق جمالية أعلى للهاتف وينطيق حماية أقوى لكاميرات المية وثمانية ميجابيكسل اللي موجودة بالخلف ككاميرا أساسية هذه ثقوب السنسرات اللي موجودة اللي يمكن اليوم الساعد الكاميرا بقياس العمق بشكل أكبر تكون تحت الفلاشات اللي موجودة هنا لازم نفتح المسامير اللي موجودة حتى أكيد نزيل الفريم أو الشاسي طبعا هذه الثلاث كاميرات الأساسية وكاميرات الزاوية العريضة والكاميرا الثاثة اللي أنا شخصيا ما أستفاد من عده طبعا اللي اكتشفت أنه هناك تضبيطة جدا جدا عالية من أينفينكس وتتمثل هي بأنه إضافة نوع من المعدن إلى الغالق أو إلى الشاسي اللي موجود هذا اللي تلاحظونا أمامكم زائد لواسق من الكاربون تضبيطة جدا قوية حتى تكون في مسكة جدا عالية اللي السماع اللي تلاحظونا بالأسفل زائد بيت يكون هو حاضن للكاميرات طبعا من الحركات اللي عجبتني أينفينكس حولت اللواسق للهوائيات من خلف الهاتف لإستغطاب الشبكة وخلتها داخل الفريم هنا حتى تحصل نحافة أكبر ومتانة أعلى وبنتالي الجهاز راح يحصل على شبكة أقوى طبعا الشي اللي لاحظت أنه الكاميرا الأساسية هي ما بيها Optical Magistabilization يعني اعتمادها على المثبت الألكتروني هذه هي البطاريات الثانية اللي مجموحا راح يكون 4500 ميلي أمبير راح تشوف أنه كل بطارية مثبتة على البورد بيكون نكتر خاص بها بحيث إذا زلت واحدة من البطاريات راح يشوف أنه الهاتف وياك يشتغل بصورة طبيعية ولكنه ساعة البطارية راح تكون نصف تقريبا طيب شنو هذه الحركة؟ هذه الحركة ساعد الهاتف وساعد قوة الشحن اللي موجودة حتى تشحن الهاتف بشكل أسرع بدلا ما تكون توزع البطارية واحدة بمنفذ واحد راح توزع البطارية تيم بمنفذين وهنا راح يكون بشكل أسرع هذا هو المني بورد اللي موجود بالأسفل واللي هو يحول 120 واط كقوة شحن للبورد الأساسي بعد هيوزعها للبطاريات وبي رابر طبقات رابر جدا قوية حتى تمنع دخول أتربة والغبر الشيء اللي لاحظت أنه بي هبتن انجي ثنيا موجود رجاج أو هزاز انجي موجود قطعتين حتى يصير هو فد ينطيك فد مسكة جدا عالية ويوزع لك الاهتزاس على أنحاء الهاتف طبعا بعد من زلت البورد هذي تلاحظونا أمامكم مثل المعجون هذي هو فد مادة موزع حرارية تأخذ الحرارة من المعالج اللي موجود طبعا هنا المعالج هو الميديا تيك ال96 وتوزع على أنحاء الفرين بما أنه من الألمليوم طبعا هنا مشتتات الحرارة موزعة بشكل جدا لطيف للأمانة أول مرة يعجبني بورد من انفينيكس لهذه الدرجة لأنه مرتب بشكل جدا كبير وعرفتي شون تختصر انفينيكس المساحة اللي موجودة داخل الهاتف وتوزع قطع البورد نفسي بالنهاية هذي محتويات الهاتف وعن نفسي بصراحة لأول مرة يعجبني بشكل جدا كبير